حدثنا يحيى بن آدم حدثنا معروف يعني ابن واصل قال حدثتني حفصة ابنة طلق امرأة من الحي سنة تسعين عن أبي عميرة قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجاء رجل بطبق عليه تمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا صدقة أم هدية قال صدقة قال فقدمه إلى القوم وحسن صلوات الله وسلامه عليه يتعفر بين يديه فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في في الصبي فنازع التمرة فقضف بها ثم قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة فقلت لمعروف أبو عمير جدك قال جد أبي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا معروف عن حفصة بنت طلق عن أبي عميرة وسيدي بن مالك جد معروف قال قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله قال للمشاهق موسى أخذ